اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لاهتمامكم ولكن خيار الوحيد هو البقاء في البرسة لبضع سنوات اخرى ويرتبط ميلو بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2024 حيث انضم للفريق قادما من جريميو في صيف العام 2018 قالت شبكة سبورت ميديس ايطاليا ان صفقة انتقال الارجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الايطالي الى برشلونة اصبحت معقدة للغاية ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات لوتارو مارتينيز في الموسم المقبل كي يكون خليفة للويس سواريز في صفوف الابلو جرانا حيث ينتهي عقد الاخير مع البرسة صيف 2021 وقالت سبورت ميديس ايطاليا ان مطالب انتر ميلان فيما يخص بيع لوتارو مارتينيز اصبحت معقدة للغاية وربما تؤدي الى فشل انتقاله الى برشلونة واشارت الى ان ادارة انتر ميلان تطلب الحصول على 90 مليون يورو نقدا بالاضافة الى ارتورو فيدال واعالة انتواني جريزمان الى النيراتزوري وهو ما يجعل الصفقة شبه مستحيلة بالنسبة لمسؤولي برشلونة وتابعت قيمة الشرط الجزائي في عقد لوتارو مارتينيز مع انتر ميلان 111 مليون يورو وسعر فيدال 20 مليون يورو وسيكون من المستحيل على برشلونة ان يدفع 90 مليون يورو ويبيع فيدال ويفرط في خدمات جريزمان على سبيل الاعارة في ظل المقابل الضخم الذي دفعه لضم اللاعب وهو 120 مليون يورو كشف موقع كالتشو مركاتو الايطالي ان يوفينتوس يحلم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كليان انبابي نجم باريس سان جيرمان وينتهي عقد انبابي مع سان جيرمان في صيف 2022 مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال مدريد وليفربول بضمه واضاف ان يوفينتوس يرى ان انبابي هو خليفة كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه السادس والثلاثين في فبراير المقبل خاصة انه مهاجم طموح يسعى لحفر اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم واكد الموقع ان انبابي يحلم حلما كبيرا لفابيو بارتيتسي المدير الرياضي ليوفينتوس رغم علمه بان الصفقة تعتبر معقدة للغاية في ظل تمسك سان جيرمان باللاعب والازمة الاقتصادية التي احدثها فيروس كورونا وكانت تقارير قد اشارت في وقت سابق الى ان انبابي يعتبر اولوية لريال مدريد الذي لم ينجح في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو الى يوفينتوس حتى الان كشف برنامج شرنجيتو الاسباني الشهير عن اصابة الارجنتيني ديبالا نجم يوفينتوس مرة اخرى بفيروس كورونا بعد ان تعافى من المرض مؤخرا وقال مقدم البرنامج جوسيب بيدريول باولو ديبالا مصاب بفيروس كورونا بعد اجرائه لاختبار فيروس كورونا وكانت النتائج ايجابية وكان نجم يوفينتوس الايطالي قد تحدث عن تجربته مع الاصابة بفيروس كورونا المستجد وكشف المهاجم الارجنتيني في تصريح مقتضب عن طريقة تعامله مع المرض وكان ديبالا واحدا من ابرز الرياضيين الذين اصيبوا بكوفيد 19 وحدث ذلك في شهر مارس الماضي ونقلت صحيفة ماركا الاسبانية عن ديبالا قوله في هذا الصدد كان من الصعب قليلا التعايش مع المرض كشفت صحيفة موندو دوبورتيفو عن اهتمام برشلونا بضم موهبة مغربية خلال الفترة المقبلة وقالت صحيفة ان برشلونا مهتم باللاعب المغربي امين حارث 22 عاما صانع العاب شالكا والذي يقدم مستويات مميزة في البرندزليغا واشارت الى ان برشلونا تواصل في الاشهر الاخيرة مع شالكا لبحث امكانية التعاقد مع حارث الا ان النادي الالماني تمسك باللاعب ويضم شالكا بين صفوفه حاليا الفرنسي جاك كيلارتو ديبو مدافع برشلونا على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مع حقية الشراء مقابل 25 مليون يورو واقترح الفريق الالماني عقد صفقة تبادلية ينتقل على اثرها حارث لبرشلونا مقابل تحويل اعارة توديبو لانتقال النهائي لكن النادي الكاتلوني رفض العرض اكد جرانتو تشاكا متوسط ميدان ارسنال انه رفض العودة الى المانيا في يناير الماضي على الرغم من شعوره بالمزيد من العزلة في انجلترا وتشاجر تشاكا مع جماهير ارسنال عند استبداله امام كريستال بلاس في وقت سابق هذا الموسم الامر الذي ادى لتجريده من شارة القيادة وبعدها بدت ايامه معدودة بصفوف المدفعجية وعرض عليه الانتقال الى هيرتا برلين الا انه فضل البقاء وعن تواصله مع هيرتا برلين قالت شاكا بحسب ما نقلت صحيفة ديليستار البريطانية الامر لم يعد يمثل ازمة بالنسبة لي نعم كان هناك تواصل وعرض لكن في النهاية قررت البقاء هنا في لندن واضاف بعد ثلاث سنوات ونصف لن الغي كل شيء بنيته انا الان اركز على قوتي وحوافزي وامل في ان اعود الى الملعب قريبا كشف موقع لتين سبورت الفرنسي موقف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من مستقبل لعبه الكرواتي لوكا مودريتش ويرتبط مودريتش 34 عاما بعقد مع الريال حتى نهاية الموسم المقبل ما دفع ادارة المرينجي للتفكير في بيعه الصيف المقبل من اجل تحقيق ربح مادي لكن الموقع ذكر ان زيدان متمسك ببقاء مودريتش في الموسم المقبل حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دور الابطال والاستفادة من خبراته الكبيرة وقد يتسبب قرار زيدان في تأجيل عودة النرويجي مارتين اوديغارد المعارئ الى ريال سوسيداد وتمديد اعارته هناك ويأتي ذلك رغم رغبة ادارة النادي الملكي في رؤية اوديغارد بقميص الريال الموسم المقبل الا ان القرار النهائي سيكون للمدير الفني وثقا للموقع الفرنسي وشارك مودريتش في ثلاثين مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم حيث سجل خمسة اهداف وصنع مثلهم اكد الارجنتيني سيرجو اغويرو مهاجم منشستر سيتي انه يتمنى خوض مواجهة اياب ثمن نهائي دور ابطال اوروبا ضد ريال مدريد بحضور الجماهير وفاز الستيزنز في لقاء الذهاب اثنان الى واحد على ملعب سنتياغو برنبيو في فبراير الماضي قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا وقال اغويرو خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو دوبرتيفو الاسبانية قبل خمسة عشر يوما تلقينا معلومات حول موعد لقاء الاياب ضد ريال مدريد وكان الرابع من مايو ايار لكن يبدو انه سيكون هناك موعد جديد واضاف اذا تم لعب دور ابطال اوروبا في اغسطس اب سيكون ذلك صعبا وحين نعود سنكون في حالة توتر والمشكلة في الاساس ان تقام المباراة وتابع نود ان نلعب لقاء العودة بحضور الجماهير وهذا ليس سهلا نحن حققنا في الذهاب نتيجة ايجابية واختتم بالنسبة لمستقبلي لا زال يتبقى عام ونصف في عقدي مع منشستر سيتي كشفت صحيفة لجازتة ديليلو سبورت الايطالية موقف انتر ميلان من لاعبيه الثلاثة المعارين وهم رادغا ناينغولان ويفان بيريسيتش ومارو ايكاردي وقالت ان انطونيو كونتي مدرب انتر ميلان لا يعارض فكرة اعطاء لاعبيه المعارين فرصة اخرى بعد ان قرر الصيف الماضي انهم لا يتناسبون مع مشروعه التكتيكي واضافت انه مع وصول كريستان ايريكسن للانتر في يناير الماضي فان كنت بحاجة لاجراء بعض التعديلات موضحة انه على استعداد للنظر في كيفية دخولهم لطريقته وتابعت ان النيراتزوري واضح في موقفه بانه لن يبيع لعبيه باسعار رخيصة ولفتت ان ناين جولان قدم اداء ممتاز في كالياري الا ان فريق سردينيا من غير المحتمل ان يدفع الاموال اللازمة لشرائه بشكل نهائي او دفع راتبه وواصلت بالنسبة لبيريسيتش فبرغم تألقه مع البيرن وتسجيله خمسة اهداف وصناعته ثمانية في اثنين وعشرين مباراة الا انه لا توجد ضمانات بان عملاق البندزليغا سيدفع عشرين مليون يورو لشرائه عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقعون رحيل بابي ليوفينتوس شاركنا برأيك 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 شاركنا برأيك